اشتركوا في القناة وتسيطر على مرض الاكتئاب العصابي حالة من الهم والحزن والانصراف عن الاستمتاع بمباهج الحياة يعني هذه نقدر نقول هي جزء من الاعراض والرغم في التخلص من الحياة مع هبوط النشاط ونقص الحماس للعمل والانتاج وفطور الشهية للطعام والجنس ويصاحب كل ذلك ارق واضطراب في نوم المريض إذا كنت تعاني من هذه الأشياء تأكد أن لديك اكتئاب والاكتئاب العصابي يصيب الفرد بعد فقده لشخص أو شيء عزيز أو تعرضه لموقف يستدعي الحزن إلا أن الحزن الناتج لا يزول أو تخف حدته من مرور الوقت كما يحدث للأشخاص الأسوياء لكن يظل في شدة ما مرور الزمن بل قد يتزايد والاكتئاب العصابي لا تصاحبه هذاءات أو هلاوس يعني هذا هو الاكتئاب العصابي اللي هي إيش؟ الاستجابة الاكتئابية شو هو تعريف الاكتئاب؟ الاكتئاب حالة من الحزن الشديد المستمر تنتج عن الظروف المحزنة الأليمة وتعبر عن شيء مفقود وإن كان المريض لا يعي المصدر الحقيقي لحزن يعني حزن شديد مستمر ظروف محزنة تصنيف الاكتئاب يصنف الاكتئاب إلى مية الاكتئاب خفيف وهو ميدل دي بريشن وهو أخف صور الاكتئاب الاكتئاب البسيط وهو أبسط صور الاكتئاب الاكتئاب الحاد السواد وهو أشد صور الاكتئاب حدة الاكتئاب المزمن اللي هو إيش؟ بيسموه دائم وليس في مناسبة يعني لاحظوا إذا انت شفتوا ناس مكتئبين في تدرج الاكتئاب التفاعلي أو الموقفي وهو رد فعل لحلول الكوارث وهو قصير المدى يعني تحصل موقف بموت حدا بيصير منع تجول بيصير اطلاق نار يعني تفاعله في الاكتئاب الشرطي وهو اكتئاب يرجع مصدره الأصل إلى خبرة جارحة يعوده إلى الظهور بظهور وضع مشابه أو خبرة مماثلة للوضع أو الخبرة السابقة شرط مشروط يعني هذا اللي بنسميه احنا بيكون في اللاشعور يعني ممكن تشاهد موقف تتذكر هذا الموقف يحصل لديك هذا الاكتئاب اكتئاب سن القعود اللي هو التقاعد ويحدث عند النساء في الأربعينيات وعند الرجال في الأنسينيات أي عند سن القعود أو نقص القفاية الجنسية أو لحال التقاعد ماذا يتنفي هذا النوع من الاكتئاب اللي هو اكتئاب القعود أو سن القعود وشاهد فيه القلق والهم والتهيج والهذاء وأفكار الوهم والتوتر العاطف والاهتمام بالجسم يعني مشوف حاله مثلا أنا مشيب شعاري أبيض وجهي في تجعيد المرأة كذلك ظهري مقوس السمع خف النظر خف وهكذا وقد تظهر تدريجيا أو فجأة وربما صاحبته ميول انتحارية ويسمى أحيانا سوداء سن القعود يعني هذا إذا ما كانش حوالي أسرة تهتم فيه أو ترعاه فبسير نكبر في الاكتئاب العصابي والاكتئاب الذهاني والفرق بين الاكتئاب العصابي والاكتئاب الذهاني فرق في الدرجة وفي الاكتئاب الذهاني يعني الذهن يسيء المريض تفسير الواقع الخارجي ويصاحبه أوهام وهذيانات الخطيئة يعني بسير وهم الاكتئاب كأحد دوري ذهان الهوس والاكتئاب هذا نوع آخر من الاكتئاب خلينا نشوف إيش هي أسباب الاكتئاب عندما يتحدث أو عندما أوعادة ما يحدث في الأشخاص ذوي التكوين البديل النصحين يعني الذين يتصفون بمزاج متقلب حاد يرجع البعض الاكتئاب إلى عوامل وراثية أو بيئية مهيئة وإن كانت نسبة ذلك ضئيلة جدا اللي هي البيئية المهيئة أهم هذه الأسباب هي الأسباب النفسية ومنها يعني الأسباب يعني لو عرفنا لو حاولنا نشقص واحد وممكن يحكي لنا إنه عنده اكتئاب وإنه مش قادر وتعبان نفسيا ويقول له تعال جاي أسبابه التوتر الانفعالي والظروف المحزن والخبرات الأليمة والكوارث القاسية موت عزيز أو طلاق أو سجن بريء أو هزيمة آل نزام أمام الشدائد يعني أقول لكم شغلة يعني لو إحنا نجينا نفحص معظم مواطنين غزة لو وجدنا إنه حوالي 95% من أهل غزة بعانوا من الاكتئاب الحرمان ويكون الاكتئاب استجاب كل محرومين من الصفر محرومين من العاطفة محرومين يعني من الوظيفة الثروة المكان الاجتماعي أو فقد الكرامة أو فقد الشرف أو فقد الصحة أو فقد وظيفة حوية حرمان بيأدي الى اكتئاب الصراعة اللاشعورية التفكير كل التفكير هذا بيأدي الى اكتئاب الإحباط والفشل وخيبة الأمل والكبت والقلق بيأدي الى ايش اكتئاب ضعف الأنا الأعلى واتهام الذات والشعور بالذن يعني واحد كل شوية يعني ينتقد أو يلوم نفسه بشكل يعني جارح الذي لا يغفر بالنسبة للسلوك الخاصة حول الأمور الجنسية والرغبة في عقاب الذات عقوبة الذات كذلك من يكتئب اللي هو الوحدة والعنوسة وسن القعود سن اليأس وتدهور الكفاية الجنسية والشيخوخة والتقاعد خبرات الصادمة والتفسير الخاطئ غير الواقعي للخبرات تربية الخاطئة للتفرقة في المعاملة والتسلط والإهمال عدم التطابق بين مفهوم الذات الواقعي والمدرك وبين مفهوم الذات المثالي كذلك سوء التوافق ويكون الاكتئاب شكلا من أشكال الانسعاب ووجود الكره أو العدوان المكبوط ولا يصبح الأن الأعلى للعدوان أن يتجه للخارج ويتجه نحو الذات لعله يعني بدل أن تتجه للخارج تفرغ طاقتك لا تتجه إلى الذات ممكن تدمر ذاتك وما يحدث شكل انتحار ويكون الاكتئاب هو بمثابة الكفارة أعراض الاكتئاب في عراض جسمية ومنها انقباض الصدر والشعور بالضيق والوجع المقنع فقدان الشهية ورفض الطعام الصداع والتعب لأقل مجهود وخمود الهنة والألم خاصة آلام الظهر هذه من ضمن أعراض الاكتئاب كذلك ضعف النشاط العام والتأخر النفسي والحركي نفس حركي والضعف الحركي والبطء وتأخر زمن الرجع يعني الرياكشن ردة الفعل الرقابة الحركية واللازم الحركية نقص شهوة الجنسية والضعف الجنسي هذا عند الرجال والبرود الجنسي والطراب العادة الشهرية عند النساء توهم المرض والإنشغال على الصحة برضو من ضمن أعراضه في أعراض نفسية زي البؤس واليأس لاحظوا يعني حاول أنك تطبق هذا الكلام على ناس أنت تعرفه واحد يأسان وأسى وهبوط الروح المعنوية وحزن شديد لا يتنافس مع سببه أو لا يتناسب مع سببه حراف المزاج وتقلبه والانكفاء النرجسي على الذات عدم ضبط النفس وضعف الثقة في النفس والشعور بالنقص وعدم الكفاية والشعور بعدم القيمة والتفاهم يعني واحد يشعر أنه منه يخلص وقاعد وإلى خير كله يصاب بالإحباط الخلق والتوتر والألق والأرق يعني عدم النوم فطور الانفعال والانطواء والانسحاب والوحدة والانعزال والصمت والسكون والشرود حتى اللهون التشاؤم المفرط وخيمة الأمل والنظر السوداء للحياة واجترار الأفكار السوداء والاعتقاد بأن لا أمل في الشفاء والانخراط في المكاء أحيانا والتبرم بأوضاع الحياة وعدم القدرة على الاستمتاع بمباهجها هذا نوع من الإحباط أراض نفسية اللامبالاة بالبيئة ونقص الميون والاهتمامات ونقص الدافعية وإهمال النظافة والمظهر الشخصي والإهمال العام وعدم الاهتمام بالأمور العدي في المنزل الصوت الشعور بالذنب واتهام الذات وتصيد أخطاء الذات وتضخيمها أفكار الانتحار أحيانا فيه أعراض عامة نقص الانتاج عن ذي قبل وعدم التمتع بالحياة كما كان قبل سمك كان واحد بحلق دقنه بل بس بتعطر الأيام بدها فيه عنده أعراض عامة سوء التوافق مش قادر يتكيف مع صاحبه مع جاره بتخالك مع أمه مع أمه انكسار النفس وانكباض حاسس أنه مضغوط من الداخل فقد المشاركة مع الآخرين وهكذا نجد أن معظم أعراض الاكتئاب تعتبر سلوكا مضادا ضد الذات تشخيص الاكتئاب تشخيص الاكتئاب سهل ولكن يجب التفرق بين الاكتئاب التفاعلي والاكتئاب المزمن يجب التفرق بين الاكتئاب العصابي والاكتئاب الذهاني المصيب ال�ذهن يجب التفرق بين اكتئاب سن القعود وبين الذهان الشخصية يعني إيش الذهان الشخصية اللي نسميه المسيان ويجب التفرق بين الاكتئاب وبين نوبات الاكتئاب كعراض مبكرة للانفصام ويجب التفرق بين الاكتئاب وبين عراض الاكتئاب المصاحب لأمراض الجسمية ويجب الاحتراس فقد يغطي المريض اكتئابه وتمسكه بالعراض العضوية المصاحب الابتئاب مثل فقدان الشهية أو الأرق أو العنى أو البرود الجنسي طيب الآن كل مرض له علاج طبعا هذا مرض نفسي يحتاج إلى علاج العلاج النفسي لإكتئاب وخاصة العلاج التدعيمي لاحظوا اللي هو علاج التدعيم اللي هو الاحتواء المساندة وعلاج الأسباب الأصلية لازم نعرف إيش السبب اللي خليك تكتئب العوامل التي رسبت الإكتئاب والفهم وحل الصراعات وإزالة عوامل الضغم والشدة وتخليص المريض من الشعور بالذنب والغضب المكبوط والبحث عن الشيء المقفود بالنسبة للمريض وإبراز إيجابيات الشخصية والمساندة العاطفية والتشجيع وعادة الثقة في النفس والوقوف بجانب المريض وتنمية بصيرتي وإشاعة روح التفاؤل والأمل إذا أنت حاولت تعمل هذا مع صديقك يعني بدك تفهم نفسيته بدك تعالجه تعالج نفسيته والاكتئاب العلاج البيئي اللي اكتئاب لتخفيف الضغوط والتوترات وتداول الظروف للشتماعات الاقتصادية بتغييرها أو التوافق يعني علاج بيئي يعني مثلا انت حاس حالك زهجان المغرب بتقول لصاحبك بدنا نلقي الروح على مثلا على جزدر أو الروح على زيارة صاحب إنه أو الروح على شط البحر أو الروح على المنتزى أو الروح على الجهوة هذا هو تعديل البيئة تغيير بيئة البيت ببيئة أخرى هذا نوع من العلاج أيضا نركب بسكاليت نلعب رياضة نمشى على البحر العلاج الاجتماعي والعلاج الجماعي برضو هذا جزء من العلاج العلاج بالعمل شغل الواحد involved in the work يعني بتخليه يشتغل علاج الترفيه وإشاعة جو والتفاول والمرح حول المريض والعلاج بالموسيقى العلاج المائي الرقابة في حالك محاولات الانتحار كمان تراقبه وعلى العموم يجب عمل حساب احتمال اقدام على الانتحار في أي مريض بالاكتاب يعني لازم نعرف أنه أي مريض مكتاب ممكن يقدم على الانتحار حتى ولو لم يبدي ذلك يعني حتى لو ما بينش دون مجاهرة وحتى نلفت نظره إلى التفكير في الانتحار يعني مش لازم نلفت وقوله يا سيخ والواحد ما انتحرش حرام لا انت في الحال هذه انت بتخليه كأنك بتقوله روح انتحر ويزيد من احتمال انتحار انتحار شخص مهم في حياة المريض كأحد الوالدين مثلا ويلاحظ أنه رغم أن عدد أكبر من النساء يهددن بالانتحار إلا أن عدد أكبر من الرجال هم الذين ينتحرون يعني المرأة بتكون أضعف على أنها تنتحر من الرجل في العلاج الطبي للأمراء للأعراض المصاحبة مثل الأرق ناطيب ونوم فقدان الشهية ونقص الوزن والإجهاد والعقاقير المضادة لإكتئاب مثل توفرونال واترو يعني أسامي أدوية ومسكنات لتخفيف حدة القلق والمنبهات للجهاز العصبي مثل مشتقات أنذيتامين والمنشطات والمنبهات الزيادة في الدافع من نفس الحركة مثل اللي هو كافيد والصدمات الكهربائية وخاصة حالات الإكتئاب الحاد المتسبب عن العوامل الداخلية أكثر من الإكتئاب التفاعل وكذلك استخدم علاج التنبيه الكهربائي في حالك الإكتئاب البسيط والتفاعل هذه هي يعني وصفات لعلاج الإكتئاب ولكن الدعم النفسي مهم جدا في حالة المريض الذي يعاني من الإكتئاب يعني اكتفاف الأسرة حواليه مهم جدا هكذا ينتهي موضوعنا اليوم أو محاضرتنا عن الإكتئاب شكرا جزيلا لكم